وسط مواجه الطامحين للسلطة والمعارضين تخوض القوى السياسية وحوارات لتشكيد الحكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني من جانبه أكد تلقيه إشارات من قوى الإطار التنسيقي بتنفيذ شروطه الثلاثة المتعلقة بالشراكة والتوافق والتوازن فيما لم يتلقي إشارة بخصوص حسم من نصب رئيس الجمهورية كما قال فخامة الرئيس مسعود البرزاني نحن نريد أن نكون شركاء حقيقون وتعود العمل السياسية مثل ما بدأت عليها بعد السقوط على الشراكة والتوافق والتوازن ومن ثم تشكيل حكومة تفي بوعودها سواء اتجاه الحلفاء أو اتجاه الشعب العراقي في المقابل ضغوط الكاتيوشا والدورون والصواريخ التي لم تنفك عن استداف الشركات النفطية والغازية في كردستان وقد تنعكس كثيرا على سير مباحثات تشكيل الحكومة إذ يبدي قادة الحزب الديموقراط امتعاضهم من حالة التغاظ السياسي في بغداد عن هذه الاستهدافات بمثابة الضغط على قليم كردستان للرضوخ والركوع لشروط الجماعات التي تنتمي إلى بعض الدول الجوار وتحمل أجندات خارجية ولكن نقول أن إرادتنا وإرادة أبناء قليم كردستان أقوى من قوة الصواريخ والدورونات التي تطلق على أربيل أو تطلق على حقول النفط والغاز ويعتقد مراقبون أن أمام القوى السياسية الشيعية التي ستتصدى لعملية تشكيل الحكومة المقبلة تحديات كبيرة في إقناع الحزب الديموقراطي بالاشتراك في الحكومة لا سيما في ظل تفاقم المشكلات النفطية بين بغداد وأربيل التي تحتاج إلى ضمانات متبادلة لتسهيل عملية حلها قبيل التشكيل الفعلي للكابينة الوزارية من أربيل بشارة الحسن قناة الفلوجة